ظاهرة بيع الماء المخشوش على أنه معدني بولاية تبسة أصبحت علامة مسجلة لدى أصحاب السغريج وهو ما تسعى المصالح الأمنية لمحاربته تم توقيف تقريب 70 شاحنة التي لا تحتوي على شروط السلامة والصحة الهدف منها هو حماية المستهلك الهدف منها هو الوقاية والتحسيس والتعطير بالنسبة للمستعمل شاحنة تذم لسائق الشاحنة بائعي للمياه أصحاب الشاحنات قالوا أن هذا الإجراء الأمني يعود على مصلحة المواطن مطالبين السلطات بتسوية وثائقهم في أقرب الأجال نحن رأنا بإذن الله رأنا نخدمه غير نظيف بس هذه حاجة من حقكم أنتم أنكم بيش تخافوا وتقولوا واحد على شرجي من البير واحد عمر من معنباليش أنا كما يقولون وكما كرحنا منها الكلام هذا نحن ماذا بينا بإذن الله تسوينا وضعيتنا والله العالم العظيم كرحنا من البيفيات وكل خطرة يحكمونها بي في المهم حكموا اللوم بقلنا نجيب من الوثاق الوثاق خدمنا دوسي كان عنده 14 وكان 5 سنين وبعثنا ردروليك والوليما خدمنا حضرنا عن حد شيء لا عندهم الحق الشرطة عندهم الخطرة كي الناس صح كي الناس رغم يخدعوا صح كي الناس رغم يخدعوا إذا حبوا يديروا ليظان آليز يهزوا الماء يديروا ليظان آليز الناس كل اللي يحكموا مديروا ليظان آليز اللي يجعوه غالط الرقابة مطلوبة لردع أصحاب شاحنات المياه المخشوشة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد صحة المواطنة بسي بالدرجة الأولى